اشتركوا في القناة والضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط رح يمكث القمر في هاي المنزل إلى غاية الساعة 2.15 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي للإصلاح والصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا الآن احنا موعد بث الحلقة لأنه احنا من بث الحلقة مساء يوم الثلاثاء اللي هي توقعات يوم الأربعاء فاحنا من حلقة الأمس ذكرنا أنه احنا في فترة خلو مسار خلو المسار هذا رح يبدأ ساعة أربعة مساء بتوقيت جرينتش اللي هو من مساء يوم الثلاثاء ورح يستمر حتى تمام ساعة 6.58 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6.58 دقيقة مساء من مساء الليلة اللي هي الثلاثاء على الأربعاء القمر زي ما حكينا رح يستقر في برج القوس عشان هيك طيلة يوم الأربعاء أو من بعد انتهاء خلو المسار ونهار الأربعاء منشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحا ننطلق على سجيئتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع اقتراض المال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ما أو تجربة الحظ أو التخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة اللي تأثيراتها مستمرة طبعا في زاويتين اليوم مش عوجهم ولكن تأثيراتهم موجودة ولكن في من الآن موعد بث الحلقة لغاية مساء يوم الأربعاء في عنا زاويتين هو ذروتهم اليوم فعشان هيك بدنا نذكرهم كلهم الأول زاوية زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهي مستمر تأثيرها لغاية يوم 23 اللي هو اليوم وبعدين بتنتهي عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انها هاي الفترة جيدة للاتصالات بتزيد من احتمالية السفر وكثرة الاتصالات على أنواعها أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها واللي ذكرناها يوم أمس وهي رح تكون الليلة اللي هي ليلة 22-3 ليلة الثلاثاء اللي هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين أورانوس وهاي حكينا أنه تأثيراتها ليلة الثلاثاء الساعة 8 و43 دقيقة مساء وبستمر تأثير هاي الزاوية لغاية يوم 25-3 تأثيراتها بيكون لدينا حالة من التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا كما أنها بتجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبتسببنا شقاقات عاطفية أو بيننا وبين البعض وبين البعض بيشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين ضعف وعدم القدرة بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع الطائرات وطبعا هذه زي ما سمعته خلال يوم أمس أنه في طائرة في الصين وقعت وكان عليها متنها ضحايا كثير وبرضو إلها علاقة برضو بحوادث السك الحديد الزلازل العواصف وهي المناخ واضح بالنسبة للعواصف والتفجيرات والأمور هاي والعنف موجود وممكن يقع أمور إلها علاقة بالتمرد والانقلابات العسكرية أو يتم عزل أحد القادي أو قتل أحد القادي الكبار وبرضو هذا اسمعنا أو بتشهد هذه الفترة مظاهرات وإضرابات في قطاعات الصناعة والصحة وبرضو هاي صارت طبعا إلها علاقة برضو بقمع الحريات وبرضو هاي صارت وهاي الفترة بتشهد فضائح اجتماعية وجنسية أنا مش متابعة هاي الأخبار لأنني محبش أسمعها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي برضو حكينا أنها مساء يوم الثلاثاء على الأربعاء ساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة مساءً وبما أنها زاوية مش اقتران عفواً هي زاوية تثليث إيجابية فهي أنه القمر محدب فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية طبعا هاي زاوية القمر والشمس هاي مستمرة راح تضل لغاية ساعات ظهر يوم الأربعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون الساعة 5 و 11 دقيقة مساء من مساء يوم الأربعة طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر وبتستمر لبعد منتصف ليل الأربعة للخميس فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بعد هاي زاوية في عنا زاوية بطيئة برضو كنا نذكرها في الأيام الماضي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 24-3 طبعا اليوم أوجهة ساعة 5 و 43 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيكون في نوع من أنواع الصعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعوبة صعبة علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية ناتج عن ذلك برضو ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل بالنسبة للوضع السياسي طبعا برضو هاي الأحداث يعني موجودة بتدل على جدل بصير بين أحزاب اليمين واليسار أغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي وهذا واضح ممكن يتم فضح بعض الحقائق والتلاعب خصوصا في قطاع العلاقة بالبحرية أو النفط أو الأمور هاي والقطاع الفني برضو هاي واضحة ممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية وخصوصا اللي إلهي علاقة في البحرية أو بالسوائل اللي هي زي النفط والغاز والأمور هاي وبرضو هاي ارتفاعات مرعبة جدا أو نزاع بين بعض الطوائف المذهبية أو الفرق الدينية وهاي تقريبا صارت واضحة بالنسبة للعنصرية اللي قاعدة بتتفضح بتتوضح وبتنفضح بشكل أكبر خصوصا مع الأحداث اللي بتصير اللي هي العسكرية أما بالنسبة لزاوية التسديس الإيجابية اللي رح تصير آخر زاوية هي بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة 11.48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني منتصف الليل بتوقيت جرينيش تقريبا من منتصف ليل أربعة للخميس طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات العصر بتبدأ وبتستمر لغاية صباح يوم الخميس هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن زي ما حكينا أنه ما زالت الفترة لا تصلح لعمليات التجميل ولكن جيد لأمور العلاقة بمعالجة البشرة أو قص الشعر التجميلي ولكن لا يصلح لقص الشعر العلاجي يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن ما بنصح بأمور العلاقة بالحقن أو بالجراحة بالنسبة لمطعم كورونا مطعم كورونا ما في أي مشاكل برضو اليوم مناسب جدا وما في أي آثار إلا قلة قليلة ممكن يكون عندهم بعض الآثار أعتقد بنا دول أو برستيمول بمشي الموضوع بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القاوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم 24-3 رح يبدأ خلو المسار الساعة وحدة ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة 9 و 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر ويستقر في برج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر 21 يوم في تمام الساعة 11-39 دقيقة مساء بصير 22 يوم نسبة الإضاءة بتصير 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيد بنسبة 15% القمر في العقرب بده ينتقل للقوس لأنه مازل موعد بث الحلقة في العقرب هو بده ينتقل للقوس ورح يمكث في القوس لغاية يوم 24-3 هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% لغاية ساعات العصر ومن ساعات العصر وما بعد بكون سعيد بنسبة 15% عطارد في الحوت حتى يوم 27-3 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلوة حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 90% المريق في الدلوة حتى يوم 15-4 منتحس بنسبة 50% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 10% زحل في الدلوة حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم رح تنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد وبتشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي الدنماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورش جديد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة يعني حاول أنك تحسن من آداءك حاول أنك تفاوض بمرونة الفترة هيداعم لهاي الأمور استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر المواقف المتصلبة وحاول أنك ما تكون قاسي مع أحباك وحاول برضو أنك ما تهمل واجباتك برج الجوزة يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفي ولكن بتكون تتجنب الغضب والانفعال وما تخلي أي شخص يستفزك احمي سمعتك ما تشوهها عليك خوض الامتحانات قبل الحصول على الجائزة وحاول أنك تتحامل على نفسك الفترة هاي طبعا هذا بيت السمعة حاول أنك ما تشاوه سمعتك لا بمخالفة قوانين ولا بمجازفات برج السرطان أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم حاول أنك تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص يطير انفعالك أو غضبك ممكن اليوم شوي هيك تنظم مقتك بشكل جيد لأنه الفترة هاي ممتازة لا التزامك أو لقيامك بواجباتك ومسئلياتك وأهم شيء أنك تحترم المواعيد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم اليوم بترتفع عندكم المعنويات بشكل كبير وحاول أنك بس تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم بتنتعش عندك العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة يعني الفترة هاي فيها حظوظ وفيها عواطف جياشة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة وتكثر الضغوط عندكم والمتاعب هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على صعيد شخصي أو على صعيد عائلي فعشان هيك بتكون تحاضر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن اتعاكسك الظروف هيك وتسبب لك بعض الإرباك فعشان هيك بدك تكون ماسك أعصابك برج الميزان ابتنشطه في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تعزز العلاقة مع أخ أو جار أو صير تعامل ما بينك وبينهم بناسبك اليوم تكثيف التحركات فحاول أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة أمي ابتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وهاي فترة إيجابية جدا ودعم ليلة برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين في النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تخططوا لمرحلة جديدة وتحددوا الأولويات والميزانية المالية بشيء معين ممكن اليوم تتلقى هدية أو تقدم على استثمار معين ولكن لا تغامر باستثماراتك بدون ما تدرسها بشكل جيد ممكن تظهر لك بعض المصاريف برضو المنزلية الطارئة برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط فبتكون تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مكانتكم الاجتماعية بدك تنشط اجتماعي قد ما بتقدر بطالعك في برضو هاي الفترة ممكن تطالع على خبر أو يكون فيه خبر بمثابة إشارة أو انطلاقة جديدة لإلك فأي فترة ناشطة وفيها حماسة بفضل وجود طبعا بفضل لا أو الشيء ولكن وجود القمر بيدعمك بشكل كبير ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم وحاول إنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة لأنها هاي فترة فيها صعوبة وفارغة من الحضوض فعشان هيك بدك تخفف وطيرة عملك وما تحسم أمر وما تجازف وراء أفكارك السوداء وهواجزك طبعا هاي الضغوطات مستمرة معك لغاية مساء الغد اللي هو الخميس لا ينتقل القمر لعندك لتتحسن الأجواء بشكل جيد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة بأي شيء اجتماعي أنت اليوم بحاجة برضو للنصيحة وبانتظارك اليوم لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحود يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة ممكن اليوم تغار على مصالحك زيادة أكثر من الشيء الطبيعي وهي الفترة ممكن تكون يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر لأنه هذا بيتك العاشر بيت السمعة فبدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان طبعا تأثيرات القمر في هاي المرحلة اللي بتكون ثقيلة على الأعصاب والمعنويات وبرضو بتساعد على إنها تغريك شوي لتقع بالأخطاء أهم شيء إنك تحافظ على سمعتك وما تتذمر على مسمع أحد وأصبر وبتنحل الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء